لاكجري رح تكون عم تصرف هذا طلع الكمان لبرج مش عارف اشوه رح يكون في عندك اكتر يعني بذخ او انت كريم بالاساس يا برج السرطان فحق رح يكون في عندك شو يعني عم تدفع كتير عم بشوفك هاي الفترة وممكن يكون معناه انه فعلا ثروة جاية في الطريق او يعني الشغل اللي عم تشتغله قبل شوي قلنا عنه كله والمحاولات عم بتكون اه كتير يعني اكتير مثمرة ورح تجيب نتيجة في اسرع اه وقت شايفيتك عم بتحاول تكون غامض هذا الشهر وخاصة مع الشريك حتى مع الاشخاص التانيين عم بتتكتم على مشاريعك عم تتكتم على اه ما عم تأمل لحده ما عم اه تعطي ثقة لحده اه ايش حتى الشريك عم تتعامل معاه بغموض فهذا اكتر ايش بالنسبة لا اه طاقتك يا برج السرطان خلينا نشوف هاي الكروت اه تحذيرية بتحذرنا دائما من شي معين خلينا نشوف اه شو عم بتحذرنا هاي المرة لبرج السرطان من شو عم تحذره بتحذرك اه غريبة هاي يعني بس مش عارفة بتحذرك من شخص جديد اه عم يدخل حياتك اما صديق اما كحبيب داخل اما معجب عم تدخله في حياتك هذا الشخص دير بالك اه منه من من دخول اي اشخاص اه اكون حريص يا برج السرطان ما عم بقولك لا تدخل حدا لحياتك ولكن عم بقولك اه كون كتير حذر بالنسبة لهذا الشخص كمان تحذير تاني بالنسبة لا العائلة الاهتمام بالعائلة اه بقولك عدم اهتمامك بالعائلة ممكن يقدي لانفصال او ممكن يقدي انه مش انفصال يعني لا زمح الله اه لا امور ابعد من اه ما انت متخيل فلا شوي اقرب من الاسرة وكمان من الاسرة الكبيرة مش بس الاسرة الصغيرة اه عم بشوفك عم بتكون بعيد عن جذورك اه يمكن هذا الكرت بيحذرك او بيوصيك انه تكون قريب من اه خلينا نقول قريب من العائلة اه عم بشوف والدتك على خلاف شوي معك فكون اه حذر من هذا الموضوع يعني احنا شو قلنا غير رضاهم علينا يعني اه الله يديمهم فا اه اصلح الموضوع اذا كان في بينك بين الوالدة او الوالد اي موضوع اه يعني ما بعرف شو انتو ظروفكم بس طلع لي هذا الكرت خلينا نشوف هون هطلع لك اه هدول المسجز فرم انيمالز كل واحد بيطلع له حيوان معين وبيحكي له المسج بما يعني تناسب مع طبيعة هذا اه الحيوان طلع لك اه اه complete اه اه كثير بيقولك لا تلتهي بالشغلات اللي بتلهيك هون وهون كون كتير واضح ويعني ماشي منيح بالحاس السادسة تبعك عم بتكون عندك تفتيحين هاي الفترة عم بتكون عندك حاسة سادسة لبرج السرطان عم بتصير عندك متل صحوة نورانية يعني روحانيات حلوة كتير هاي الفترة فبقولك الحدث تبعك شو بيدلك امشي وراه وضلك مركز على الهدف تبعك وتحرك بسرعة كنت بطيء بالفترة الماضي فبقولك بالفترة الجاي بقولك اختار انك تكون انت محبوب انت يعني انت اساسا انه انسان محبوب جدا يا برج السرطان وهاي الفترة رح تكون اكتر جاذبية متل المغناطيس يعني بتجذب الاشخاص اللي من حواليك اعمل الاشي اللي انت بتحسه صح حتى تجاه الاشخاص اللي حواليك مو شرط انه تكون يعني خلينا نقول مو شرط تكون بس القول تبعك الو علاقة فيك انت ولكن ممكن انه تشاركه مع الاخرين فالنجاح اللي بيجي جماعي بيقولك انه اشتغل مع فريق اكتر هذا الشهر ما تشتغل ما تشتغل بشكل فردي نجاحك اكتر هذا الشهر اذا كنت عم تشتغل ضمن فريق طيب ما اخدنا هدول الكروت بالنسبة للي عندهم شريك منفصيلين او متصيلين يعني في كل الاحوال اللي عندهم شريك خلينا نشوف عقله الباطن شو عم بيفكر لا يعني اكتر اشي او بشكل عام عم بيحاول انه يستشفي عم بيشايفيته عم بيسمع او تارك العوائق زي ما هي ما عم بيحل شيء العوائق شايفيتها مثل ما هي هو كسلاني كتير هاي الفترة انه يعمل اي تغيير انه يعمل اي اجراء فبشوفه شوي يعني ماسك مكانه ولكن بالنتيجة انا شايفه بينك وبينه هو في عقله الباطن مخزن فكرة الارتباط منك لانه انا شايفه هون شجرة ومال وثروة ونمو عم بيفكر بانه يرتبط فيك فيعني مع انه كرتين شوي متناقضين بيوصفه شخص اساسا متناقض يمكن يكون فخلينا نشوف طيب هون شو فيه ديتوكس بيحكيلك تخلص من ديتوكس يعني اللي في حياتك حاول تكون يمكن نباتي عاداتك سيئة عم بتكون كتير اما بتاكل قبل ما بتنام دايريكت او ما عم تعمل سبور او عم تكتر او تدمن على شغلات معينة مثل ما بعرف تدخين شغلات فعم بيقولك انه لازم تتخلص من السم اللي في جسمك هو وقع قبل ما احرك ايوه بيقولك انه انت رح تحرز هدف رح تحرز هدف في الصميم بالفترة الجاي فهاي يعني بشارة ما بعرف شو الهدف تبعك عاطفي او او غير يا برج السرطان بس اه بالعموم عم بيقولك انه رح تحرز هدف او شي انت مصمم كنت اه عليه فعم بتحققه بيقولك في تغيرات في العائلة اه وكانه فيك حمل للنساء او حتى لو كنت رجل سرطان في حمل زوجتك او بشائر بحمل انه فيه تغيرات بالعائلة وممكن تكون تغيرات مادية المهم انه هاي التغيرات هي عبارة عن تغيرات ايجابية ممكن تكون مصالحة مع احد افراد العائلة لانه قبل شوي بيين عندي وكأنه فيه شوية صراعات مع شخص من العائلة او صديق فعم بشوفها انه عم تحكي لك انه صالح او بادر او كون انت اه من المبادرين في هذا الموضوع كيب تشارجينج اهيد اه بقولك انه ظلك تشجع حالك او ظلك تعمل تشارجينج لحالك تشحن حالك لقدام او لا لا تحكي دايما لحالك انه لا ما رح يصير لا ما رح يصير هاي الكلمة اتركها يا برج السرطان انا بعرف انه انت بتحكيها كتير فبقولك اتوقع المعجزات والسوليوشنز والحلول حتى تظهر فالاشي اللي بتتوقعه بيظهر فبقولك ما تكون ابدا سلبي بالعكس احكي يس شو خسران انت يعني انا بستغرب ليش احنا بنفكر احيانا او ليش انتو بتفكروا بطريقة سلبية طيب ما انت بتفكر بطريقة سلبية او ايجابية يعني يعني ما رح تخسر اشي لا هيك رح تخسروا فليش ما تكون ايجابي يعني مش خسران اشي والله ما حددفع فلوس يعني بس انت جربها لمدة 21 يوم بس انك تكون ايجابي وانك تطرد الافكار السلبية من بالك وشوف المعجزات اللي ممكن تحصل في حياتك راقب بس يعني الاغلبية ما بترد يعني ما بيعملوا هذا الاشي بيقولك انت على يعني على شفاء يعني زي ما بيقولك خطوة واحدة من النجاح ولكن انت متشائم من عدم النجاح او كزا فبقولك ضاي الخطوة الصغيرة بس يعني فاصبر خليك keep going keep going خليك في هذا الموضوع وانت رح تحصل علي انت بدك اياه فما تمل احيانا وقت اللي انا بدي امل بعديها بيوم او بعديها بيومين يعني لو انا كملت كان حصلت علي بدي اياه فليش هون طلع لنا انه هون طلع لنا انه كيف دا اقولك اكتر اشي رح ينجح معاك هذا الشهر موضوع الشراكات او زي ما قلنا قبل شوي انه الشغل في فريق اكتر اشي رح كتير تبدع اذا كنت عم تشتغل في هاي الطريقة انه التعاون مع اشخاص او المشاركة تشارك الاشخاص بشي معين حتى لو كان عصاعيد عاطفي حتى اصدقاء كزا احلى شي هذا بيقولك رومانسي يعني هلا وقت الرومانسية لو كنت متزوج او غير متزوج اعزب منفصل فهذا الوقت كتير مناسب انه تعيش يعني مغامرة رومانسية مو شرط يعني شخص جديد ممكن شخص قديم في حياتك فهذا الوقت الرجعة وهذا وقت الحب فشي كتير حلو لبرج السرطان نشوف اخر اوراكل بيقولك انه الانيرجي اللي عندك اياها كبيرة كتير ورح تتفجر عندك طاقة كبيرة جواتك رح تكون بسبتمبر يا برج السرطان بيقولك اعكسها او اعمل 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 انعكاز شارك هاي الطاقة مع الاخرين طول الوقت عم بيقولك عالمشاركة وكأنك هاي الفترة او الفترات الماضي كنت عم تشتغل لحالك اا ما كنت عم بتشارك اللي حواليك او ما كنت عم بتأمن للي حواليك فبيقولك انه اكتر شي هاي الفترة انه تشارك مع العالم خلينا نيجي على اا الآضافة اللي رح تكون على التوقعات ما بعرف ازا عجبتكم ممكن انه يعني اا نستمر عليها رح تسألوا سؤال رح تضمروا سؤال رح تكون اجابته يس او رنوا اا واذا في موعد معين او تقريبي يا جماعة مش وقت يعني بالزبط تقريبي اه ممكن انه نحكي فاضمر على سؤال يا برج السرطان او اعمل بوز للفيديو واسأل سؤال ركز في سؤال معين فكر فيه وخلينا نشوف الاجابة صح رح يصير هذا الاشي ولا ما رح يصير او انه هو اه مو شرط يكون اه حدث بده يصير ممكن شغلة صارت وانت شاكك اه ممكن يكون اي سؤال يخطر على بالك لكن الاجابة فيه يس او لا الاجابة الاجابة هي مش بس يس لا يعني زي ما بتقول عشرة يس اه هذا الاشي رح يحصل مليون τί35% على قد ما انت حاسو انه صعب على قد ما في عوائق شايف انا كتير عوائق في ما سبق بهدا اه لهذا الموضوع فية كتير عوائق عشتها انت اه لحتى هذا الموضوع ما يسير ولكن انا شايفي هاي العوائق عم تتكسر اا شايف الآي الشي هدا عم بيسير عم بتكون انت متل الملك او الملكة في الموضوع وفيه انتصار في اه الموضوع ماذاون اشتركوا في القناة